اهلا بحضرتكم جديد ويدعم منتخبات بلده في كل الالعاب لو فيه حد اكتر من النادي الاهلي في هذا الدور قلولنا عليه ايه الدكتور سعد شلب في المداخلة من بدري قالك ما فيه منتخب الاو بيستفيد من الاهلي على الاقل بخمسين في المية من قوته على فكرة في بعض البطولات وبعض المنتخبات بتزيد عن كده كمان لكن حتى لما يكون فيه فريق واحد او نادي واحد بيدعم كل منتخب بنص قويته ونص طاقته لا احنا قدام نادي وطني بامتياز شينو الاهلي كده من معدلة الرياضة المصرية بصوا على اي منتخب وطلوا على عيبة النادي الاهلي لو الاهلي مش موجود شوفوا حجمه قويته عاملة زعي شوفوا النهاردة لما الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بيعلن قيمة الاندية الاعلى تصنيفا في العالم فيكون النادي الاهلي محتفظ للشهر التالت بتصنيفه الكام السادس السادس على مستوى العالم السادس في تصنيف الاندية الاكثر تحقيقا للارقام والنجاحات والبطولات حسب النقاط اللي بتاخدها انت السادس بتعدي برشلونة وبتعدي اندية عالمية كبيرة عريقة كبيرة تسمع رأيي هايف يقولك يعني هو معنى كده ان الاهلي اقوى من برشلونة لا الاهلي مش اقوى من برشلونة والاهلي ممكن يكون على المستوى الفني مش اقوى من العشرين واحد اللي تحت منه بس انتوا كده جاهلة انتوا جاهلة في هذا المعيار انتوا جاهلة في المعيار بتاعكم لان المعيار التصنيف كل نادي في قرته وفي بلده وفي بطولته بياخد نقط انت ما بتصنفش في بطولة واحدة الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما يصدرش الا عن جاهلة يقولك هو انتوا بتقولوا الاهلي التالت العالم يعني الاهلي التالت اقوى فريق في العالم لا هو العالم كله مش بيلعب مع بعضه كل يوم العالم في بطولة العالم بتتعمل نظامها انها بتجمع ابطال القرات بيترتبوا وفقا لاداءهم ونتيجهم في هذه البطولة لكن مش كل يوم هتلعب العالم مع بعضه عشان الجاهل فيكم يعرف لا لتالت العالم ولا سبع العالم انت لما بتقول اسبانيا بطل العالم بطل العالم من خلال بطولة كأس العالم اللي اتنظمت بين القرات والمنتخبات المتأهلة لهذه البطولة لما بتقول منتخب المغرب رابع العالم فهو رابع العالم من خلال اخر بطولة عملت لكأس العالم اللي بتشارك فيها الدول اللي وصلت لهذه النهائيات وفقا لنظام وتصفيات قرتها لكن كل ما يتعلق الامر بالنادي الآلي لازم هتسمعه رأيه جاهل جدا وكلام كل الهدف بتاعه ان انت تبخس الآلي حقه وتضيع حقه للأسف مزايدات رخيصة جدا لكن حبينا نمسك كتير منها في قضية هذا الاسبوع بعض متلساني لا بقى تعالوا نتكلم تعالوا نتكلم لان الامر في الاسبوع ده القضية اللي اثيرت تخص وتهم الدور الوطني للنادي الآلي مباشرة فجأة تحصل مزايدة باش مهندس هو الآلي ولا المنتخب ويتم تصدير نغمة فاسدة هدفها الايقاع بالفتنة بين الآلي وبني وطنه عشان يتقال لا الآلي اقوى من الاتحاد الكورة الآلي اقوى من المنتخب الآلي قبل المنتخب الناس دي بتخط الاهل قبل المنتخب لا الاهل عمر عمل كده ولا عمر هيعمل كده ولا دور الوطني ينتظر مزايدة من حد يعني احنا استأذنك في حاجة انا مش عارس اخذها في السياق سطحي مرضوض عليه من اي واحد في الشارع ماليش دعو باي حاجة لان دي مزايدة من ضمن المهابرة وعكس الحقائق اللي اصبحت منهج مفهوم ينقوه من الفوق مش عارف ايه نواقع على الاهل ماشي من 2008 وبتتصاعد وبتلمى انصار بتجد صدى فيتوريا لما رجع ارجع كده للمؤتمر اللي عمله بعد ماتش اثيوبيا او قبل ماتش اثيوبيا قال كلمة مهمة جدا انا صاحب القرار وانا اللي هشوف هعمل ايه ما قالش هعمل ايه انا صاحب القرار حتى انا ساعاته قلتلك والرجل واضح انه واحتمال ما سيبش اللعيبة انا صاحب القرار لما يطلع بقى ما تيجي الفيديوهات بس عشان ابقى بالسند خلينا نبدأ الاول عشان اقدر السند منتخب مصر منتخب مصر خسر من تونس في ملعبه في ملعبه امام الجماهير التونسية لانه اللي كانوا حضرين اصوات جماهير تونسية للأسف ودي قضية تانية محتاجة تتبحس العزوف عن حضور مباريات المنتخب وبينهم نجم نجوم العالم محمد صلاح اللي المفترض الناس تتلمم وراه في كل حده ايه اللي حصل وفقدنا هذا الشغف في هذا الاهتمام بهذا الحضور لدرجة انه جماهير تونسية في القاهرة يبقى صوتها اعلى من حضور جماهير مصري محدود ودي القضية للنادي الالف المؤتمر الاخير لكابت الخطيب نادى بيها وحذر منها صناعة كرة القدم في مصرية محتاجة جمهورها الوضع مش سهل بعد الهزيمة مستر روي فيتوريا اتكلم وكلامه مهم اول حاجة طبعا يا جماعة المباراة كان التحدي قوي بالنسبة لنا انترامش نوا انترامش بين الجو ولكن الفريق بعد ذلك ادى بشكل رائع جدا رجعنا وعادنا الانيرجار لأقواء المباراة كنا ندار نتعادل من الشوت الأول ولكن كنا دائما مركزين وابنحاول أننا نلحق في النتيجة نمس deciما نفاديك إيرانا في المدارن رغم أن المدرب غير سلوب اللعب أثناء الشوت الأول ولكن اللاعبين أدوا بشكل جيد جدا وكل واحد أدى أدواره بشكل جيد في الشوت الثاني كنا بنحاول برضو نبحث على الهدف ولكن كان الرتم أقل شوية عن الشوت الأول ويمكن الخزم سجل الهدف الثالث في اللحظات التي كنا تقريبا بنخاطر فيها بكل ما عندنا من قوة أو دام أنا طبعا بكر ألخصار جدا وعطم أقصر بحب أن أقصر نتيجة حاجة أو أسباب من عند أنا ولكن بصراحة أنا فخورا باللعبين المصريين بالشكل دخلوا فيه دخلوا بي المباراة رغم أن هي ظروفنا ظروف صعبة طبعا يمكن كان في بعض العناصر كان واضح قدامكم أنهما كان أول مرة أول مباراة لهم في الموسم هي المباراة التي لعبناها وكذلك برضو يعني على خط الدفاع بتاعنا كلهم لعبين جودات اختصارا بقول إن هي خسارة ولكن أنا لن أحب الخسارة طيب هو أنا خدكوا واحدة واحدة يعني أنا في في عندي كلام بس حيجي معاده لكن الراجل وهو يعلق قال لك أنا فخور باللعب المصريين ولعبتي أدت راضي عن أدائهم ولكن الصعوبة إنك تبتدي المباراة خسران 2-0 فيها حقيقة خمس ده إيه بقى 2-0 منهم حطت في نفس الجود ده الجود الأولاني يا أستاذ إبراهيم علي جابري بشتت الكورة كورة ملعوبة بالعرض بشتت الكورة كده رحت خبطة وراح كده الطبيعي إن تضغط في اتجاه الكورة لايته بيلف هنج مرحلهات لا ده بيلف زي ما يكون إزاي شافها إنها خبطت وراحة الناحة التانية وهي هنا هقول عدم تركيز ده ده أول دقيقة عدم تركيز إيه آه عدم تركيز جاي منين عدم التركيز مش متحضر وهو نازل إنه لما تشوف الفريق التونسي جاي معجا مهير صح اه 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 لاعب علي معلول ودي حنرجع لها برضو عشان يقول لك هو يقدر يقول لتونس سيب علي معلول إيه السهجة دي بقى مرت إيه أنت كالتحاد مصري أو نادي مصري يكلم من التحاد التونسي يقول له سيب لي لعيب إيه لا من باب من فضلك قال لك لأ طيب إصرار يلعب علي معلول وكل هذه المدة دا بيقول دا بيقول إيه لا أنا جاي بقى طب هو تونس تحمست وخدتها بالجدية دي لي كده لإنه شافت حالة من خدوا المنتخب أي حالة جد لها يا سيد إبراهيم وانت داخل على ماتش بتخرج اللعيبة بتخرج المسؤولين بتبقى المناخ العام خلاص الماتش دا وكانه تحصيل حاصل وصلوا المنتخب إلى هذه الحالة لعيبة رأى وهو اللي قال أنا صاحب الرؤية رأى إنه خلاص أنا لعبتهم الماتش الرسمي حقققت منه إن أنا كسبت أسيب اللي غلبت الماتش التاني الماتشات الوديية بتتعمل ليه يا سيد إبراهيم الوديية اللي هي ما فيهاش تصنيف أنت خلاص مرحلة التصنيف اتصنفت والقور عتعملت وكل حاجة يعني ملاش تأثير على اللي جاي بتعمل عشان تجاره بدليل السنغال قال لك هعتمد على المحلين ما جابش ما استدعاش حد من المحترفين وكنت أتمنى للمتاخب يعمل كده لإن أنا إيه اللي خليني أستدعي لعيبة محترفة بعدين أكن هو المشكلة كانت أخطاء دفاعية في المباراة لكن أين الشراسة الهجومية تبقى للأسامي اللي موجودة في خط الهجوه هدى في الدور الفرنسي حتى الآن محمد صلاح الأسطورة مرموش اللي ماشي بنجاح مش كده في ألمانيا في ألمانيا فما تجيش تقول لي أصل المتاخب ولعبة الأهلي برضو إذن أنت نزعب تحق المدير الفني في إنه جرم كيروش كان وخد تجارب ما كانش أصلا بيستدعي لعبة الأهلي وما كانش أصلا بيستدعي لعبة الزمالك أحياني بيستكشف بيستكشف ومن حق يستكشف وإذا خسرت مطش ودي عشان أنت بتستكشف فلما الظروف تفرض عليك لإن إحنا قلنا يا جماعة عندما يتعارض مصلحة النادي مع المنتخب لا يمكن عائل يسأل السؤال ده إذا كان اللي اتنين معدهمش مطش مهم ولا رسمي يبقى طبعا المنتخب إذا كان اللي اتنين عندهم مطش رسمي ومهم يبقى طبعا المنتخب حصلت 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 في كاس العالم للأندية والأهلي راح ناقص تسع لعيبة تسع لعيبة عشرة لأن كان في لعيبة أجانب راح يلعب إيه راح يلعب كاس العالم للأندية وجوله ليلة المباراة وهذا وكان في محاولة طبعا ما في منهاش إيه سبب التركيبة دين المعدين يركبوا على بعض لكن يبدو يعني التصريح اللي مش عايزين نتاخف أمامك كثير متاع كابتين أحمد مجاهد ليس كل ما يعرف يقال لأن ظهر كان في حال أجيلك بالتفصيل لا مش عايزين مش دي مشكلتنا النهاردة أستاذ إبراهيم أنا مشكلتنا أقولك عندما تعارض مصلحة النادي الآلي في مباراة على أعلى مستوى مع مصلحة المنتخب إيه اللي حصل مشت مصلحة المنتخب ولعب الآلي في هذا المعترك النقطة الأهم من كده ساذ إبراهيم هو الآلي لما نقص عشر لعيبة جاهز نفسه إنه يقدر يعود ويلعب ووفق مش كده طب الآلي النادي اللي نقص عشر لعيبة في ماتش مهم مع أحد أبطال أمريكا الجنوية اللي غلبنا قبل كده أربعة ويقدر يتجاوز هذا النقص الحاد جدا ولعب بناشئ محمد المغرب سير دي باك عشان اللي يقولك أس المنتخب ومحمد عبد المنعم ده أنت لعبت بناشئ وإنت نادي ما عندكش خط ظهر بالكامل موجود أما تيجي أنت كمنتخب تدي الأهل اللعبت عشان عندك استعداد لماتش رسمي والمتخب فيتوريا قالك إحنا في بداية موسم في بداية موسم يعني اللعبة مش في حسن حالتها مين اختار يلاعب تونس في التوئيد ده دي مبراه رسمية مدفرض ميش مبراه رسمية مدفرض مبراه دي باختيارك ولما تكون اللعبة مش في حسن حالتها جرب من حقق تجرب أنت عايز وملمط عمالين نتكلم عليه لو كانوا قالوا خلاص يعني لعبة الاقل مش موجودة ولا زمالك مش موجودين وبيراميد فترة من الفترات رجعت للعبته كلها أو مختاروهم ش من الأساس يا أستاذ إبراهيم بس أنا هقول لك تصور لما ييجي معاد ولي فيتوريا ما قال ش الكلام ده هنا المنتخب عشان نقص الكارسة حصل والأهلي لما ينقص عشر لعيبة ويتفوق ويلعب فيه موتشات رسمية مهمة ده مش تنقض بس يا جماعة مبدئيا من المؤكد أنه روي فيتوريا البرتغالي عنده مسيرة كويسة مع المنتخب الوطني لغاية دلوقتي لازم تدعم وتساند من باب المسئولية والأهلي عمره ما تقاعس عن مساندة المنتخب وكل المنتخبات روي فيتوريا عشان ما نبخز حقه لغاية مباراة تونس كان لعب مع المنتخب 8 ماتشات تفاز فيهم ما خسرش أي مباراة إلا مباراة تونس يعني التسعة مباراة خسر مباراة فدي مسيرة لمدرب خلينا نقول لغاية دلوقتي إيجابية وإيجابية جدا مساندة المنتخب الوطني تبقى بأن كل الجميع يتضافر والأهل عمره ما بيتأخر لكن هل الأهل وهو بيدعم ويساند ويساعد ويقدم لعيبة هل هو اللي كان مقصود بالتلميح والتلقيح اللي حصل من رؤية